السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سنحضر معكم المملحات الأكثر طلبا في شهر رمضان الكريم سنحضر معكم بريوات ملحة بحشوتين مختلفتين والمداقية السلام متشبعوش منه مع طريقة الاحتفاظ بهم في المجمد وسنحضر معكم أيضا السيقار بحشوة الجبن والسعتر كي جلديد بزاف متشبعوش منه إلي أعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش تخليوا لايك وتبرتجوه مع أصدقائكم لسعم الفائدة أول شي غدي نحضر معكم حشوة الدجاج وضعت مقلات على النار ضفت لها منعقة كبيرة من الزبدة نضيف 400 جرام من كروفيت رويال أنا قطعته أنا الكروفيت اللي استعملت هو اللي كي يكون لون دياله رمادي كي تكون قيمة غدائية دياله أفضل من العادي نحرك المكونات جيدا ضفت رشة ملح رشة من الفلفل الأسود مع التحريك المستمر وضروري ما نرفعه على النار لأن الكروفيت كي يتلقى المادياله شعرية الأرز أنا ضفت عليها ماء مغلي لمدة 5 دقائق من بعد سفيتها ونقطعها بالمقص على هات الشكل هذا كيف كتشوفو صفي من بعد غدي نزول المقلات من على النار ونضيف مقلات أخرى نضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة نضيف خليط ما بين زيت زيتون وزيت نباتي ما يعادي الملعقتين كبيرتين نضيف ملعقة كبيرة من سلسط الطماطم نضيف فصين من التوم المبشر نص حمضة مصيرة لقطعتها قطع صغيرة ملعقتين كبيرتين من المعدنوس مقطع نضيف توابل ملح فلفل أسود زنجبيل كوركم كومون بابريكا وتوابل السمك كل مكون منه ملعقة صغيرة نحرك المكونات جيدا نقص على النار نضيف سلسط الصوجة تقريبا ملعقتين كبيرتين حتى هيك سعطيها حط طعم هائل نحرك المكونات نضيف سلسط حارة او الهريسة هذي كسبقة اختيارية ضفت ملعقة كبيرة نضيف عصير نصف ليمونة حمضة نحرك المكونات جيدا صافي الشرمولة جاهزة نزولها من على النار و ندوز المرحلة الموالية خديث إناء نضيف شعري الصينية نضيف الكروفات نضيف علبة من الفطر المعلد و نضيف الشرمولة و نضيف الشرمولة نضيف المكونات جيدا كيف تشوفوا هذه الحشوة تجيل ديدة بسهف نتشبعوش منها نضيف الجوب المدر إلا مبشر الجوبن كيبقى اختياري ممكن تستغنوا عليه نضيف ملعقة صغيرة من التوم المبشور نحرك المكونة جيدا نضيف 400 جرام من صدر الدجاج نحرك الكل جيدا ثم نضيف توابل ملح فلفل أسود كوركم كومون بابريكا توابل الدجاج نضيف ملعقة صغيرة نحرك المكونات النار تكون متوسطة لا ترفع عليها ثم نضيف ثلاث ملعقة كبيرة من زيسون أخضر شرائح نضيف ملعقة كبيرة شطة حارة نضيف سلسطة السوجة نضيف عصير ليمونة حامضة الشطة الحارة أو الهريسة كتبقى اختيارية ممكن تستغنوا عليها من بعد مطابط الحشوة نضيف ملعقتين كبيرتين من المعدنوس مقطع المعدنوس كنخليه حتى الأخير حتى كطيب الحشوة نحرك المكونات جيدا من بعد نضيف شعرية الأرز 150 جرام شعرية الأرز وضعتها في ماء مغلي لمدة خمس دقائق صفيتها وقطعتها في هاد الأثناء نضيف الحشوة واجدة ونضيف جب المدزري لحشوة الدجاج تقريبا أربعة مع القكبار والجبن يبقى اختياري ممكن تستغنوا عليه نضيف الحشوات جانبا ونضيف المرحلة الموالية هذه هي الورقة اللي غدي نخدم بها أنا كنشتريها على هاد الشكل هذا كتكون جاهزة كتكون مقطعة وكتكون مزيتة كذلك ما كنحتاش أنا ننزيتها فيها كيلو هذه النوعية كنتستعمل إلا ما كانتش مزيتها غدي تدهنوها بالقليل من الزيت كنوضع الحشوة المناسبة أنا هنا بديت بحشوة الدجاج وغدي اللف البرايوة ديالي على هاد الشكل هذا كيف كتشوفه طريقة سهلة غادي يلف بها على هاد الشكل هذا العديد من الأخوات كانوا سولوني في البرايوات اللي كنتمنت معكم من قبل الأخوات اللي عايشين هنا في السعودية كيسولوني هاد الورقة منين كنشريها هاد الورقة موجودة كينا في الدانوب وكينا في العتهم والنوعية اللي كنتستعمل هي غوار زمان نوعية جيدة جداً سوف نستمر في تشكيل البرايوات أنا كنصدهم على هاد الشكل هذا لأنني كنطيبهم غير في الفرن ما كنقليهمش إلا كنتوا غادي تقليوهم غادي تعملوا القليل من الدقيق مع القليل من الماء وتصدوا بهم البرايوات ديولكم باش ما يتحلوش لكم عند القلي من بعد ما اكملت البرايوات ديال الدجاج غادي نعمل البرايوات ديال الكروفات كل شريط غادي نعمل فيها الحشوة المناسبة من بعد كنلف البرايوات على هاد الشكل هذا طريقة سهلة هاد الحشوة ديال الكروفات كجيل ديالة بثاف ما تشبعوش منها سوف نصدهم بنفس الطريقة اللي عملت في الأول لأن حسا هاد البرايوات غادي نطيبهم غير في الفرن لأن البرايوات ما كنقليهمش في الزيت سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الحشوة ديال الكروفات اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم هذا هو الشكل ديال البرايوات من بعد مشكلتهم انا حصلت على اكثر من 100 حبة إلا ضعفت المكونات غادي تحصلوا لكثر من 200 حبة هادو برايوات بالدجاج وهادو بالكروفات طريقة الاحتفاظ بهم في المجمد كناخد علبة وضعت كيس غذائي في القاعدة كنسدف البرايوات ضيالي هادو وذوفة الشكل لقد وضعت كمية اللي بقيت انا بديت هنا ببرايوات الكروفات ونغطي بكيس غذائي ولكن نضع كمية أخرى من البرايوات كيف كتشوفوه وكنانغطيها بكيس غذائي ونغطي العلبة بإحكام كنجدهم زيان كنستمر بنفس الطريقة ونضع كيس غذائي في القاعدة واوضع كيس غذائي في القاعدة ونستف البرايوات اللي بقيت من بعد نغطي بكيس غذائي ونغطي العلبة مزيان كنستها مزيان ممكن نوضع هذه الكمية كاملين نوضعهم في السنية وندخلهم المجمد حتى يجمده من بعد نوضعهم في علب نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم نحتاج 500 جرام من الجبل الأبيض نضيف عليه زعتر لبناني قريبا ملعقة كبيرة ونمزج المكونات جيدا اضفت ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون غير ما بنتش في التصوير نحتاج ورق الفيلو سوف نقوم بتصوير ورقة البسطيلة نضيف كمية في الأول نقطعها ونخدم بها والكمية الثانية سوف نغطيها بكيس غذائي هذا الورق يكون حساس سوف نغطي الكمية ونوضعها جانبا وهذه الكمية سوف نقطعها إلى نصفين هذا الشكل كيف تشاهده ونقطعها مرة أخرى إلى نصفين الورقة نقطعها على أربعة من بعد نضهنها بالقليل من الزيت ونوضع كمية مناسبة من الحشوة الجبن مع الزعتر هذا الشكل كوية ونضحوا وندهنها بالقليل الزيت وندهنها بالقليل من الزيت ضروري من ندهنه بالزيت حشوة مناسبة حشوة الجبن مع الزعتر ممكن تعملو الحشوة اللي بغيتو كلف الجوانب على هاد شكل هادا كيف كتشوفو انا ما كنحتاش نسد السيجار ديالي لان انا ما غاديش نقليه في الزيت غنطيبه غير في الفرن إلا كنتو غا تقليوه في الزيت كتسدوه بالقليل من الدقيق مع الماء باش ميتحلش ليكم أثناء القلي رادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكيميا اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم هذا هو الشكل ديال السيجار اللي حصلت عليه كيف كتشوفو انا غادي ندخله الفرن نطيبو باش تشوفو الشكل ديالو كيف عمل في الاخير وضعتوه في الصيني اللي غا تدخل الفرن فرش ليه ورق الزبدة من بعد تخديت زبدة مدابة دوبتها وزولت لهادك الحليب اللي فيها كندهن السيجار على هات الشكل هذا وندخل صيني الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونعود نرجع معكم باش نشوفو الشكل النهائي ديال السيجار هذا هو الشكل النهائي ديال السيجار خدا لون ذهبي زينتوا بجبن مبشور بعد نسمعوا صوت القرمشة كيجيم قرمش من ألد ما يكون اللي أعجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم جميلة من لايكات ديالكم واتبارتجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة من غير مصادر وهنا نسونيش من قدم ما تنسونيش فعلا وين